موضوع الحلقة هي أسئلة من سفر التكوين واحدة من الصعوبات اللي إحنا منواجهها إنه كتير من أولادنا وبناتنا بيسألوا أسئلة ومش عم نرد على هذه التساؤلات وهذا طبعاً بيضيف مشكلة أخرى للشباب الشباب بشكل عام عم بيضور على أجوبة لكل الأسئلة فطبعاً سفر التكوين أو سفر البدايات بيبتدئ سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض يعني بدون أي محاولة لإثبات وجود الله إثبات وجود الخليقة أو الخلق إلى آخر بيتكلم كحتمية كحقيقة وطبعاً أنا بالنسبة لإلي يعني بفضل أنه أتبع هذا الموضوع من أحاول أخوض آلاف النظريات اللي بتوصلني في متاهات وفي ظلم كتيره فلما بتسمع في البدء خلق الله السماوات والأرض إيه أنت كشخص علماني اللي بدور في ذهنك تمام ده الحياة بداية رائعة جداً لأنه البدء يمثل الزمن الله هو مصدر القوة والطاقة السماوات والأرض المادة والفضاء ده أحسن من اللي بيقدمه لنا فكر الإلحاد في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللي شيء انفجر وعمل كل شيء فده ملوش منطق وملوش علم أنت بتكلم عن نظرية الانفجار العظيم واللي بتاتلو منها نظرية كمان النشو والارتقاء في الحياة البيولوجية يعني الحياة اللي بنعيشها الأحيائية فسفر التكوين زي ما حضرتك أشرت هو سفر البدايات هو الأساس فلو تهد الأساس كل المبنى هيقع طبعاً ففي الأساسات دي بداية الخلق بداية خلق الإنسان بداية سقوط الإنسان بداية خطة الله لخلاص الإنسان بداية تكوين اللغات والشعوب بداية الوعد بمجيء المخلص فهو سفر في منتهى الأهمية لأنه ده اللي بتتبني عليه كل الحقائق المسيحية اللي بتتلو ذلك علشان كده مهم ندرسه ومهم نفحصه وعلى فكرة كل الأسئلة متاحة يا أسيس نزار وإحنا بنرحب بأسئلة السادة المشاهدين ونعد أن إحنا هنرد عليها لأنه إن ما كناش نرد على الأسئلة دي دلوقتي بتفضل موجودة في ذهن الشباب ويحس أنه ملهاش إجابة وتكون النتيجة أنه يحيد عن الإيمان المسيحي بالكامل اشتركوا في القناة